تقول انتليجنس الصحيفة الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات ان السعودية والحوثيين يناقشون اقامة منطقة حدودية عازلة من زوعة السلاح قبل فترة قصيرة قالت رويترز ان الطرفين يسعيان لانجاز اتفاق طويل المدى حول امن الحدود بعد ان عجزت الرياض عن حفظ امنها بالقوة العسكرية تتفاوض اليوم وجها لوجه مع الحوثيين سبحان مغير الاحوال في الرابع عشر من يونيو 2022 نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما ان المحادثات المباشرة بين السعودية وحركة الحوثي اليمنية استؤنفت لمناقشة الامن على طول حدود المملكة والعلاقات المستقبلية في اطار اي اتفاق سلام مع اليمن اذا كانت المعلومات دقيقة ما هي الحدود التي يتحدث عنها الطرفان اذا كانت حدود اليمن كله فالجهة التي يفترض ان تتناقش معها الرياض هي الحكومة الشرعية اما اذا كانت الحدود المقصودة متعلقة بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فهذا يعني ان السعودية تنخرط عمليا في مشروع تقسيم البلاد يتسق هذا مع اشارات يرسلها الحوثيون لاطراف اقليمية ودولية بعدم تجاوز خارطة النفوذ التي انتجتها الحرب منذ وقت مبكر تبحث السعودية عن منطقة حدودية عازلة مرة اخرى رويترز في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الفين وعشرين قالت ثلاثة مصادر مطلعة ان السعودية ابلغت جماعة الحوثي في اليمن في محادثات رفيعة المستوى بانها ستوقع على اقتراح للامم المتحدة بوقف اطلاق النار على مستوى البلاد اذا وافقت الجماعة المتحالفة مع ايران على اقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة اتفق الطرفان بالفعل على وقف اطلاق النار وبقي موضوع المنطقة العازلة حصلت الامارات على ضمانات ايرانية بعدم مساس الحوثيين بمناطق نفوذها في الجنوب تبحث السعودية اليوم على ما يبدو عن ضمانات ايرانية بعدم مساس الحوثيين بحدودها في الشمال كأن السعودية والامارات اقرتا بنفوذ ايران تعاملتا معه كامر واقع ولا يهم في نظر الدولتين ان يكون الثمن وحدة اليمن هكذا تقسمت الامارات النفوذة مثلا في سواحل البلاد مع ايران مركز الجزيرة للدراسات تردد على النطاق واسع انه وراء عملية الانسحاب الانسحاب طبعا من الساحل الغرب ان كنتم تتذكرون سيناريو خطيرا تقف وراءه تفاهمات اماراتية وايرانية وانه يقضي بان تكون المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة في الساحل المناطق نفوذ بحرية لجماعة الحوثي الموالية لايران فيما يظل الشريط الساحلي الممتد من الخوخة حتى مضيق باب المندب تحت سيطرة القوات المشتركة التي تدين بالولائه للامارات كان واضحا من البداية ان المسائل الداخلية ليست الموضوع الهم في ملف الهدنة تبادل الحوثيون والسعودية المنافع وبدت الشرعية كأمين شرعي صادق على العقود المبرمة بين الطرفين شرعية لشرعانة مخرجات التفاوض سبحانك يا مقلب الأحوال يا مغير الأحوال من حرب لإعادة الشرعية إلى شرعانة لمخرجات الحرب إلى خارطة نفوذ تتنازع اليمن فيها ثلاث دول مختارا راح بمستشار وزير الإعلام يقول لك مشاورات سعودية حوثية سرية منذ أشهر بوساطة عمانية أثمرت توقيع الهدنة التي تم تمديدها من المتوقع أن تستمر الهدنة لفترة قادمة بعد عدة لقاءات تمت خلال السبوع الماضي بين قيادات حوثية ومسؤولين سعوديين بينما يتم استبعاد الشرعية من كل هذه اللقاءات من قبل السعودية والله يشفق الجار قبل أهل الدار على ما آل إليه حال دولة بحجم السعودية تتفاوض الأخيرة اليوم مباشرة مع جماعة متمردة زرعت داخل عمقها لسراتيجيه ورطها المجتمع الدولي تحايل على كبريائها وغلف المفاوضات بهدنة بدت في الظاهر كما لو أنها بين أطراف يمنية وما تخفي الصدور والغرف المغلقة أكبر صابر يقول هل تاهت السعودية في حرب اليمن سبع سنوات عملت خلالها السعودية على تقويض الشرعية اليمنية وإنهاك مؤسسات الدولة ودعم ميليشيا موازية لها واليوم بدأت تبحث عن تأمين أراضيها من القصف الحوثي مقابل التخلي عن الشرعية وشعار استعادة الدولة